المكمل السحر والعشبة السحرية اللي تخليك تكبر شهر واحد في كل سنة فقط ايش هذا المكمل العجيب والعشبة السحرية هذا اللي راح تتعرف عليه في هذه الحلقة خليك معانا وعلى بركة الله اذا كنت جديد على قناتي دكتور محمد عبد الجبار دكتور اختصاص في الطب الوظيفي وحاصل على باكدوريس وماجستير ودكتوراه في الطب التكمل والعلاج بالعشاب الطبيعي ونوضو الغذائي من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وعرض بفضل الله وحمده في ثلاث حيات برد أمريكية وفي هذه الحلقة الراعة اللي راح تتعرف فيها على معلومات صادمة ممكن تكون تسماحها لأول مرة الدراسة الأولى تم في الحضار مجموعة من القوارض تم قسمهم إلى ست مجموعات المجموعة الأولى وضعت على النظام أشبه بالنظام الكيتوجينيق دايد دهون عالية طول حياتهم عاشت هذه المجموعة 101 أسبوع فقط المجموعة الثانية أيضا كانت على نظام مشابه لنظام الكيتوجينيق دايد ولكن مع مماسة الرياضة هذه المجموعة عاشوا 114 أسبوع طيب الآن ربما يأتي إلى بلك وتقول دكتور شنون نخلي الفئران تمارس الرياضة يعني أيش نخليهم يشتركون بجيم لا أخي الحبيب هناك ما يسمى بالعجلة اللي دائما تشاهدها في أفلام الكارتون اللي يضعون فيها الفرق ويخليها تدوه فيه هذه تعتبر رياضة وهناك أيضا تريد ميل خاص يعني شريط للجري نستخدمه في تجربنا على الفئران يضع في داخل القفص اللي موجودة فيه الفئران ونجبرهم على الركض عليه هذه الرياضة اللي تمارسها القوارض ببساطة المجموعة الثالثة وضعوا على نظام عالي الكاربوهيدرات وقليل الدهون يعني نظام صحي متوازن عاشت هذه المجموعة 127 شهر المجموعة الرابعة نفس النظام عالي الكاربوهيدرات ولكن تم أضافة الرياضة إليه وعاشت القوارض في هذه المجموعة 131 أسبوع المجموعة الخامسة نظام عالي الدهون ولكن تم أطعامهم طعام أقل من اللي هم يحتاجوا يعني تم تقليل عدد السعرات الحرارية والكالوريز اللي داخل لها جسمهم كل يوم هذه المجموعة عاشت 137 أسبوع المجموعة السادسة تم وضع القوارث فيها على نظام عالي الكربوهيدرات وقليل الدهون وقليل السعرات الحرارية وهذه المجموعة عاشت 153 أسبوع يعني المجموعة الأخيرة السادسة عاشت 50% عمر أطول بإذن الله من المجموعة الأولى في هذه التجربة العلماء اللي قاموا بهذه التجربة استنتجوا إلى أن تقليل الطعام له أثر رائع في إطالة عمر الإنسان بإذن الله وتقليل الأمراض وإيقاف السعر البيولوجية في الجسم عن طريق عملية رح نشرحها في نهاية الحلقة الآن رح تقول لي طيب دكتور هذا حدث القوارث ممكن لا يحدث بالبشر والجواب هو كلاتي في هذه الدراسة الرائعة للشاهداء أمامك تم إحضار مجموعة من الناس المجموعة الأولى وضعت على نظام غذائي صحي ولكن بشرط أنه تم إنقاص السعرات الحارية اللي يحتاجوها 12% يعني بالضبط مثل ما أقول لك أنه تحذف من نظامك الغذائي نصف طبق رز من اللي تاكله كل يوم يعني بدل ما تاكله طبق تاكل نص طبق المجموعة الثانية تم وضعهم على نظام غذائي عادي من اللي يأكلوهم كل يوم بدون أي تغيير في نظام غذائي كانت النتيجة الصادمة أنه بعد ما انتهت هذه الدراسة قالوا الباحثين أن المجموعة اللي كانت تتناول طعامه بكيفها أصيبت بالشيخوخة سنة بعد نهاية السنة اللي استمرت فيها الدراسة يعني تقدم هؤلاء سنة في عمرهم بعد مروا سنة وهذا الطبيعي اللي يحدث للناس لكن المفاجئة أن المجموعة اللي تم إنقاص السعرات الحارية له وعن طريق فقط تقليل الطعام شاخوا وتقدم عمرهم شهر واحد فقط خلال السنة كيف حدث هذا؟ سجل عندك هناك في الجسم ما نسميه بالMicro RNA وهذا مسؤول عن إسكات الجينات الوراثية سواء كانت جيدة أو سيئة لما يقوم الإنسان بالصيان هناك جين خاص نسميه longevity gene اللي هو الجين المسؤول عن طول عمر الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الجين لو استمر الإنسان بالأكل مثل ما هو عايش فقط حتى يأكل هذا الجين سيكون نايم لأن هناك RNA يقوم بإسكات هذا الجين لما يقوم الإنسان بتقليل طعامه أو يقوم مثلاً بصيام يوماً بالأسبوع أو يقوم مثلاً بمماسة نظام الصيام المتقطع بين يوم ويوم يقوم هذا المايكرو RNA بإسكات الـ RNA المسؤول عن إسكات هذا الجين ويتحرر هذا الجين المسؤول عن طالعة عمر الإنسان مما يؤدي إلى إقافة الساعة البيولوجية أو إبطائها للناس اللي يكونوا على نظام غذائي صحي ويأكلون طعام أقل مما يحتاج جسمهم لفترة طويلة من الزمن أي شيء يحصل أيضاً لما انقلل طعامنا تشغل منظومة الـ AMPK اللي تعالج مقاومة الإنسولين وتقوم بتصليح الجسم من الداخل وهذا كله تشاهدوا بالدراسات اللي تعرض أمامكم بالشاشة أيضاً تشغل منظومة الـ Autophagy اللي هي منظومة الالتهام الذاتي اللي تنظف جسمك حتى من الخلايا الخبيثة وأيضاً يحصل عندك تحسن في التولامير المسؤول عن سلامة جيناتك الوراثية وهذا كله يعمل بشكل تأزري فقط عن طريق النظام الغذائي الصحي وأنه تأكل طعام أقل مما تحتاجه يعني تصور لو أنه أنا قلت لك هناك عشبة ومكمل غذائي ممكن يخليك تتقدم في العمر شهر واحد فقط في كل سنة كم رح يكون سعر هذا المكمل الغذائي خلينا لخصك موضوع هذا الحلقة في مقولها قال رجل يستحق كلمة رجل قبل 1400 سنة أيش هي هذه المقولة؟ ما ملأ آدمي وعاء شراً من بط بحسب ابن آدم أكلات يقمنا صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هذا الكلام قال قبل 1400 سنة إذا كنت تعرف من القائل ما سأقول لك اكتب لي اسمه تحت في التعليقات لأن هذا الرجل اسمه لا يكتب تحت اسمه ينحت على تيجان مصنوع من الذهب إذا كنت تعرف اسمه انحته في قلبك وانحته في عقلك وعقل أولادك وامشي على هدية الشريف اللي راح يعدلك كل حياتك وفي النهاية لا تنسى الاشتراك وتعمل قناة قناة الحقيقة اللي لا تتاجر بأرواح الناس ولا توجد تحت حلقاته أيها بطل البيع ولا تنسى من دعاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته